اشتركوا في القناة من وزارة التربية والتعليم والمنصة الرقمية هنحلها مع بعض دلوقتي ومتوقعة جدا في الامتحان بتاع بكرة ان شاء الله وان شاء الله بإذن الله الامتحان مش هيخرج منها احنا بس نذاكر والامتحان مش هتلع منها ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ مع بعض ان شاء الله اول سؤال عندي طبعا ما نقلقش خالص من الامتحان الاسئلة هتجينا في صيغة اختيارات تمام وهيجينا السؤال اللي هو ترتب الجمل فما نقلقش من اي حاجة ما فيش اسئلة صعبة ان شاء الله هتلي اول سؤال عندي بيقول لي شوو زا كوريكت أنصر اللي اختر الاجابة الصحيحة رقم واحد عندي انا هقول لكم السؤال بالترجمة بتاعته هترجم لكم الاختيارات واحدة واحدة بحيث لو في حد اول مرة يسمعي السؤال او في كلمة هو مثلا وقع منه او لسه واخد باله منها دلوقتي او ما سمعهاش قبل كده يقول لي عليها او ان هو يكتبها في ورقة او يكتب الترجمة انا هقول الترجمة بتاعت الاسئلة كلها بالاجابات فهو يكتب الترجمة بتاعت السؤال او يكتب السؤال ويكتب الترجمة بتاعته قصده تمام؟ بحيث لو جاله في الامتحان النهاردة رقم واحد زا باس درايفر نيدز اه نقط يعني سواء الاوتوبيس بيحتاج الى نقط توفكس زا باس حتى يصلح له حتى يصلح الاوتوبيس يبقى عندي سواء الاوتوبيس بيحتاج مين عشان يصلح له الاوتوبيس اول سؤال اختيار عندي teacher مدرس تاني سؤال اه تاني اختيار عندي mechanic الميكانيكي تالت اختيار عندي builder اللي هو العامل البناء طبعا انا دلوقتي عايزة اصلح الباس بتاعي يبقى هاختار mechanic اللي هو الاختيار رقم اثنين mechanic اللي هو الميكانيكي رقم اثنين زا نقط or building my new house هم نقط هم اللي بنوا المنزل الجديد بتاعي اول اختيار builders اللي هم عمان البناء تاني سؤال تاني اختيار عندي teacher اللي هم المدرسين تالت اختيار dentist اللي هو طبيب الاسنين طبعا اللي بيبنوا اللي بيبنوا البيت طبعا اللي هم builders هو اول اختيار تالت سؤال عندي we eat نحن اكلنا فيش ات ابيج احنا اكلنا سمك فين اول اختيار عندي museum يعني المتحف تاني اختيار restaurant يعني المطعم تالت اختيار school يعني المدرسة طبعا احنا اكلنا الفش في restaurant اللي هو المطعم اللي اختيار التاني السؤال رقم اربعة زميل career delivers يعني ساعي البريد بيوصل ايه ساعي البريد ده بيحمل بيحمل ايه اول حاجة garbage اللي هي القمامة تاني حاجة package اللي هي اللي هي الاوراق مثلا او اللي هي المقالات هو بيحمل ايه يعني تالت حاجة عندي walls الحائط طبعا هو بيحمل package اللي اختيار رقم اتنين رقم خمسة can you write about هل تستطيع ان تكتب عن the pros and of ajub يعني pros يعني مميزات او ايجابيات الايجابيات وايه بتاعة الوظيفة اللي اختيارات عندي kuns اللي هي اول واحدة معناها عيوب تاني حاجة cans بعد كده can طيب انا دلوقتي عايزة اكتب اللي هي المميزات والايه والcons اللي هي العيوب اللي هو اختيار الاول السؤال رقم 6 نقطة anything electric with with hands ما ينفعش هو بيقولك ان انت ما ينفعش انك تلمس اي شيء او اي قهربة من غير بواسطة ايدك ما ينفعش ان انا المس اي قهربة وايدي مبلولة تمام فاحنا هنختار اني اختيار اول اختيار بيقوللي always always يعني دائما تاني اختيار بيقوللي never يعني ابدا تالت اختيار يعني do افعل طبعا انا بقولك لا تلمس ما ينفعش ابدا ان انت تلمس اي قهربة وانت وإيدك مبلولة يبقى انا هاختار never never دي انا على طول بس اخدمها للنفي سؤال رقم سبعة عندي المهندس المعماري دايما بيحمل ايه يا ترى بيحمل طب ولا تاب ولا تاب اللي في الاخر المفروض ان هو بيحمل تاب اللي هي في الاخر خالص بيحمل شريط رقم تمانية my mother never get angry يعني امي عمرها ابدا ما كانت angry غطبانة she is very طالما هي مش بتغضب خالص اكيد مش هتبقى سات حزينة ولا هتبقى difficult يعني مختلفة هي هتبقى patient يعني صبورة يبقى ماما مش بتغضب ابدا علشان هي صبورة patient اللي هي رقم واحد السؤال رقم تسعة all the jobs are very يعني كل الوظائف بتكون ايه bad سيئة important مهمة cute جميلة كل الوظائف بتكون important مهمة اللي هو الاختيار رقم اتنين بعد كده السؤال العشر in a storm في العاصفة we sometimes see a flash احنا احنا احيانا بنرى ضوء من ايه morning من الصباح ولا evening اللي هو المساء ولا light night ولا lightning اللي هو البر احنا في العاصفة بنشوف ايه بنشوف بر lightning اللي هو الاختيار رقم 3 زفينك فوكس has has asique has asique noct to keep warm هو الفينك فوكس اللي هو سعلب الفينك سعلب الفينك ده بيمتلك ايه سميك هو علشان يحافظله على الحرارة بيمتلك فور فور يعني فر سميك السؤال رقم 12 اللي هو الفور اللي هو اول اختيار السؤال رقم 12 with shake food with is our ايه احنا بناخد الطعام بواسطة ايه احنا بناخد الطعام بواسطة ايه nose الانف ولا eyes اللي هي العيون ولا tease اللي هي الاسنان احنا بناخد الطعام او بنمضغ الطعام بواسطة tease اللي هي الاسنان اللي هو الاختيار الثالث بعد كده عندي السؤال رقم 13 the roots grow the soil the roots اللي هي الجزور الجزور بتنمو فين في الطربة next two بجوار on في under يعني تحت الجزور بتنمو تحت الطربة يعني under اللي هو الاختيار رقم 3 كامل نقاط زين هورسز يعني الجمال بتكون نقاط من الحصنة they are about two متر تمام بيقول لي بقى هي أبطأ ولا أسرع ولا أطول عندي هي بتكون بتكون عندي الإجابة الصحة عندي هتبقى slower يعني الجمال أبطأ من الاحصنة بعد كده السؤال رقم 15 يعني أبي يعمل في نقاط يعني هو بيقابل كثير من السياح معنى كده هو بيشتغل فين يعني مصنع ولا يعني قارب للسياح أو قارب سياحي رقم 3 عندي يعني مدرسة طالما هو بيقابل سياح كتير معنى كده هو بيشتغل في هو الاختيار رقم 2 رقم 16 we eat breakfast in the نقاط احنا بناكل أو بنتناول طعام الافطار امتى evening يعني في المساء ولا morning للصباح afternoon اللي هو بعد الظهر قال لي احنا بناكل الطعام الافطار morning في الصباح plant need نقاط يعني النباتات تحتاج نقاط and water to grow هي بتحتاج لإيه وبتحتاج كمان لمية علشان تنمو يا ترى بتحتاج لسانلايت يعني دوق الشمس ولا leaves اللي هي الأوراق ولا fruit اللي هي الفكهة هي بتحتاج لسانلايت اللي هي دوق الشمس رقم رقم 18 we have two نقاط احنا نمتلك two نقاط حاكتين من ايه زي help us يعني هي بتساعدنا to breathe على التنفس بإحنا بقى بنمتلك ايه اللي بيساعدنا على التنفس وحاكتين منها مش حاجة واحدة nose يعني أنف ولا تيس أسنان ولا longest اللي هي الرئتين احنا موجودة عندنا في جسمنا الرئتين بيساعدونا على التنفس يبقى الاختيار عندي رقم ثلاثة birdus have one نقاط التيور عندها one حاجة واحدة بس من ايه تمتلك حاجة واحدة من ايه اجنحة ولا feather اللي هو الريش ولا peak اللي هو المنقار طبعا هي ما عندهاش جنح واحد ولا ريشة واحدة هي عندها peak اللي هو منقار اللي هو الاختيار احنا بنستخدم نقاط علشان نخلي او نصنع الاشياء دي نقبرها او نخليها اكبر حجما يا طرح بنستخدم plantisil يعني الخلايا النبات ولا microscope اللي هو الميكروسكوب ولا pin اللي هو القلم طبعا احنا بنختار microscope الاختيار التاني علشان ده اللي بنستخدم عشان نقبر به حجم الاشياء السؤال رقم واحد وعشرين اي ايت هلسي فوت انا بأكل طعام صحي نقاط اي اكسرسايز وانا اتدرب يعني انا باكل طعام صحي وبتدرب اللي اتنين ماشيين مع بعض مفيش تنقض ما بينهم مفيش حاجة عكس التانية يبقى هاختار and مش هاختار but but دي بختارها امتى بختارها لو في جملة عكس التانية حاجة دي معناها لكن تمام فاحنا هنختار الاختيار التاني اللي هو and بعد كده السؤال رقم اتنين وعشرين يعني الغزلان عندها ازون كبيرة او ضخمة وعندها ايه طويل يعني معطف يعني 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 حوافر عندي الغزلان عندها ايه بيكون لونج ضخم اللي هو طويل اللي عندي بيكون عندها ارنس اللي هي الكورون الاجابة رقم اتنين السؤال رقم تلاتة وعشرين كاملس نقط بيرفكت فور زا ديزرت الجمال بيرفكت فور زا ديزرت يعني بتعيش في السحراء كاملس اخيرة حرف الاس يعني جمع وإز اللي في الاول دي مع المفرد وز التانية دي برضو مفرد انما ار بصوا كلمة زا دي بيجي معاها على طول مور اللي هي اول واحدة مور بيجي مع زا دي انما مصد والاست اللي اتنين بيجوا معا زا دي فانا عندي زا دي يبقى هاختار مور اللي هو الدجاج بيعطينا ايه الفرخة بتعطينا بتدينا ايه ايجز بيد ولا ملك لبن ولا جراس حشائش هي بتدينا ايجز بيد بعد كده عندي السؤال رقم 26 فارمرز جرو نقط اند انيونز يعني الفلاحين بيزرعوا ايه والبصل تويز الالعاب كمبيوترز الكمبيوتر ولا تميتوز هما بيزرعوا التميتوز اللي هي التماطم رقم 27 my friend has a porn يعني صديقي اتحرق تمام انا هقوله ايه hold your hand under نقط ووتر ضع يدك اه ضع يدك اسفل نقط الماء يعني عايزة اقوله مية سخنة ولا سقعة ولا دفية cold يعني بارد اللي هي مية سقعة بارد ساخن وورم دافئ فانا هقوله hold your hand under cold water اللي هو الاختيار الاول رقم 28 the plant is very نقط يعني خلايا النبات بتبقى is very ايه we use a microscope to see احنا منستخدم الميكروسكوب عشان نقدر نشوفها معنى كده ان هي صغيرة small صغير ولا short كصير ولا big كبير طبعا الاختيار الاول اللي هو small السؤال رقم 29 nada loves fruit and vegetables she is نقط هي بتحب الفكهة والخضرة ووات يبقى هي ايه healthy صحية ولا unhealthy غير صحية ولا scary يعني خائفة هي بتكون healthy صحية السؤال رقم 30 we use نقطة system to digest food يعني احنا بنستخدم الجهاز الايه علشان يهضملي الطعام اول اختيار عندي respiratory يعني التنفسي ولا digestive يعني الهضمي ولا heart اللي هو القلب احنا بنستخدم الجهاز الهضمي اللي هو تاني اختيار 31 some seeds يعني بعض البزور تسكن نقطة انوتر تستطيع ايه في المية stick تبقى move تنتقل float تطفو طبعا معظم stick on water تبقى في الماء رقم 32 وي نقطة supplant very day everyday يعني احنا بنعمل ايه في النبات كل يوم water بنروي ولا read بنقرأ ولا look بننظر ايه احنا بنعمل ايه في النبات كل يوم water بنروي اللي هو الاختيار الاول السؤال رقم 33 our heart يعني القلب نقط blood around our body يعني بيعمل ايه في الدم حول جسمنا breezes يعني بيخلي يتنفس ولا exercise بيتدرب ولا bumbs بيدخ القلب بيدخ الدم في جميع او حول جسمنا يعني bumbs اللي هو الاختيار الثالث السؤال رقم 34 i eat vegetables انا باكل خضروات نقط exercise انا باكل خضروات and exercise رقم 35 we nukat chickens in Egypt احنا بنعمل ايه في الدجاج في مصر اول اختيار عندي product يعني بننتجه تاني اختيار rise يعني بنربي تالت حاجة يعني بينمو احنا طبعا بنعمل ايه rise اللي هو اجابة رقم اتنين احنا بنربي الفراخ في مصر السؤال رقم 36 كامل صهاف large and flat الجمال بتمتلك ايه large كبير and flat بتكون مفلطح هو ايه hands الايد ولا feet القدم ولا legs الارجل طبعا الفيت اللي هي القدم الاختيار رقم اتنين رقم 40 tomatoes have نقط inside التماطم بتمتلك ايه بداخلها flowers اظهار ولا leaves اوراق ولا seeds بزور هي بتمتلك seeds هي بتمتلك البزور هي اللي داخلها الاختيار التالت السؤال رقم 41 elephant elephants are زين dogs يعني الفيالة بتكون ايه بالنسبة للكلاب senor senor يعني ارفع منهم ولا big يعني ضخم ولا bigger احنا المفوض نقول اضخم بس هنختار big ولا bigger طبعا احنا هنختار bigger عشان موجود زين وزين بيجي قبلها الصفة فيها er السؤال رقم 42 نقط grow vegetables for us to eat هما بيزرع لنا الخضروات لكي نأكل هما مين engineers المهندسين farmers الفلاحين ولا doctors اللي هما الدكاترة طبق الاطباء احنا عندنا اللي بيزرع طبعا farmers الفلاح اللي هو الاختيار التاني السؤال رقم 43 we use our respiratory system 2 نقط احنا بنستخدم الجهاز التنفسي ل 2 عندي اول اختيار digest يعني الهضم ولا smell شم ولا breeze يعني التنفس طبعا breeze التنفس اللي هو الاختيار الثالث snacks or نقط التعبين بيكونوا ايه bird's tour ولا dangers خطيرين ولا plantis نباتات طبعا هما بيكونوا dangers how is a horse يعني كم نقط بالنسبة للحصان it's about it's about بصو طالما هو كتبي رقم 459 كيلو جرام كيلو جرام يعني هو وزن وزن 459 كيلو فانا هقول how long long يعني ارتفاع heavy يعني وزن heavy يعني سعيد فانا هقول how heavy سؤال رقم 46 we breeze zero hour احنا بنتنفس من خلال eyes اللي هي العيون stomach اللي هو المعدة ولا nose اللي هي الانف احنا بنتنفس من خلال nose 47 نقط have large beautiful eyes يعني بيمتلك عيون جميلة horses الحصنة plant flowers الورود طبعا horses الحصنة the finc fox leaves in the نقط تعلب الفنك بيعيش فين c في البحر ولا sky السماء ولا desert الصحراء طبعا في desert اللي هي الصحراء هاو نقط is a camel it's about 1.9 متر طول طول هنا قال لي طول يعني معنى كده انا هقول هاو طول يعني كم طوله a cat is small نقط a horse is big القطة صغيرة نقط الحصن كبير فانا هكتب on ولا so ولا بط هقول بط اللي قال لي القطة صغيرة ولكن الحصار كبير we produce vegetables like noot and potatoes يعني احنا بننتج الخضروات ايه هي الخضروات اللي احنا بنعملها نقط and potatoes onions ولا bananas ولا water melon طبعا onions يعني بصل banana يعني الموز water melon اللي هو البطيخ ومن الخضروات في اللي انا قلتهم ال onions اللي هو البصل my school is noot a hospital and a post office انا مدرسي بتكون ايه بالنسبة للمستشفى والpost office اللي هو مكتب البريد بتكون between ولا under ولا in between يعني بجوار under يعني تحت in يعني على فاحنا هنقول between بجوار go نقط ahead then turn right يعني امشي ازاي امشي هو عايز يقول له امشي في خط مستقيم بعد كده اا استادر او انحدر يمينا فهو هيقول له ايه كلمة street اول واحدة مكتوب street تاني واحدة street برضو تالت واحدة stick street عندي هنا اللي هو اللي اختيار التاني هي اللي بيقول له امشي في خط مستقيم رقم 54 our house is very old يعني البيوت هنا قديمة جدا we want to نقط eat احنا عايزين نعمل لها ايه repent ولا read ولا re-read عايزين نعمل فيها ايه اول اختيار عندي repent يعني هنعيد تخططها واخر واحدة عندي reread يعني هنعيد كرائطها احنا هنعمل لها احنا هنعيد تخططها اللي هي اول اختيار نقط are very dangerous animals هو من اخطر الحيوانات كروكوديلز التمسيح ولا كاتس القطط ولا بلايكن اللي هي البجع طبعا الكروكوديل هو اللي من اخطر الحيوانات الاختيار الاول بعد كده السؤال رقم 56 a او n نقط collectus garbage everyday يعني بيجمع القمامة كل يوم electric electron يعني اللي هو الكهربائي ولا garbage collector يعني اللي هو الرجل اللي بي بيلم القمامة ولا بيلدر اللي هو البناء طبعا الاجابة عندي الرقم 2 الاختيار الثاني رقم 57 there is a coach and a television in is in z نقط يعني عندي الكنبة والتلفزيون موجودين فين living room حجرة المعيشة ولا kitchen المطبخ ولا bathroom الحمام طبعا هم موجودين في living room some people live in a نقط معظم الناس بيعيشوا في نقط it's made of clothes يعني مصنوعة من القماش اول اختيار عندي cave اللي هو الكهف تاني اختيار عندي house boot اللي هو قارب منزل قارب يعني قارب بيبقى شبه البيت ولا tint اللي هي الخيمة طبعا مصنوع من القماش اللي هي الخيمة tint رقم 59 I learn in my نقط انا بتعلم فين hospital المستشفى ولا school المدرسة ولا super market اللي هو super market طبعا انا بتعلم فيدل school رقم 60 there is a tree نقط of our house يعني بصوا طالما انا لقيت off next اول اختيار بيجي بعدها to مش off و on ماينفعش يجي معاها off ماينفعش اقول on off انما in for for di بيجي بعدها off يبقى الاختيار التاني يبقى tree موجودة in for of the house يعني بجوار الhouse تمام طيب احنا كده خلصنا اول سؤال التاني اللي هو bank tweet اللي هو علامات الترقيم تمام السؤال ده سهل جدا احنا بنعمل في ايه السؤال ده احنا بنعمل في حاجتين اتنين بس بنعمل اول حرف في الجملة capital وفي الاخر بنشوف الجملة دي كانت اسم كانت جملة معلش كانت جملة عادية ولا كانت سؤال لو جملة عادية بحط في الاخر نقطة ولو سؤال بحط علامة استفهام يبقى تاني السؤال ده احنا بنعمل فيه بنكتب اول حرف capital زي ما هو وبعدين نكتب بقية الجملة تمام اول حرف هو capital ونحط تحت الحرف ده خطين او شرطتين بعد كده بنروح كاتبين بقية الجملة زي ما هي لو ده سؤال بنحط في الاخر علامة استفهام ولو نقطة بنحط نقطة ونعمل عندها برضو شرطتين تمام مثلا عندي اول سؤال بيقوللي which animal is scary طبعا احنا هنعمل حرف W اللي في الاول ده capital ونعمل لتحته خطين نكتب بقية الجملة طبب ده سؤال ولا جملة عادية ده سؤال لانه بيقوللي اي حيوان هو المخيف اي ده سؤال which فهحط علامة استفهام في الاخر تاني سؤال عندي بيقوللي بيقوللي is in the east of ايجيبت الغردقة غردقة is in the east of ايجيبت فانا هكتب حرف ال itch capital وبعد كده ده جملة عادية فهروح حطلها نقطة في الاخر وهكذا في كل اسئلة علامات الترقيم اول حرف بكتبه capital كتب تحته خطين او شرطتين وبعد كده اكتب بقية الجملة زي ما هي لو سؤال بكتب في الاخر علامة استفهام ولو جملة عادية بكتب في الاخر نقطة وبحط تحتها برضو شرطتين بعد كده عندي السؤال التالت في الامتحان بيقوللي بيجيبلي كلمات كده وبيقوللي رتب الكلمات اللي عندك دي بحيث ان هي تكون جملة بس بيكون عطيهالي بشكل عشوائي المفوض ان انا برتبها عشان اكون جملة الكلمة اللي انا ببدأ بها الجملة بتاعتي بيكون حطتلي تحتيها خط فدي بتبقى اول كلمة عندي انا عشان احلي السؤال ده اعمل ايه اترجم كل كلمة مكتوبة فوق بحيث ان انا لما اجي اكتب الترتيب بتاعي ابقى انا فهمه هو السؤال او الكلام بيتكلم عن ايه الجملة بتتكلم عن ايه عندي السؤال الاول اا اول كلمة عندي فلاورز يعني الورد تاني كلمة سي اا اا يرى تالت حاجة كان انا هبدأ الجملة بتاعتي بكان اولا يعني دي يعني هل زي يعني ال ويو يعني اند المفروض المفروض الجملة عندي بتقول ايه يعني هل تستطيع ان ترى الورود يبقى اول كلمة كان تاني واحدة يو تالت واحدة سي رابع واحدة زي بعد كده اخر واحدة يبقى تاني سؤال بيقول لي يعني صغير زي الفيش يعني سمك يعني البجعة يعني تأكل المفروض عندي في السؤال في الجملة بتقول لي البجعة بتأكل السمك الصغير يعني السؤال التالت عندي نيد يعني يعني يحتاج وطر ماء اند و سنلايت يعني دوق الشمس بعد كده بلانتس اللي هي النباتات انا هبدأ بكلمة النباتات المفروض بقول النباتات بتحتاج الى المية ودوق الشمس هقول بلانتس بلانتس نيد ووتر اند سنلايت او سنلايت اند ووتر بعد كده عندي السؤال رقم 4 هورس يعني الحصان هاو طول يعني كم طول از المفروض ده سؤال وبيبقى في صغطه ازاي هاو طول از اهورس هاو طول از اهورس رقم 5 can يعني يستطيع what seeds ماء البزور you انت eat تأكل المفروض what seeds can you eat what seeds can you eat رقم 6 leave and groom حورة المعيشة زي يعني ال اكوتش يعني كنبة ان في there is هدى الكلمة عندي بزير is there is living room يعني هذي تكون حجرة المعيشة لا هقول there is a coach هذي تكون كنبة in the living room في حجرة المعيشة there is a coach in the living room رقم 7 thinner elephant or dogs زين المفروض عندي بيقول لي ان الكلاب بتكون ارفع من او انحف من الفيلة فانا هقول dogs or سينرزان elefantes dogs are سينرزان elefantes بعد كده رقم تمانية your your room which favorite is يعني المفروض السؤال بيقول لي اي حجرة انت تفضل فهقول which which room ولا which favorite المفروض السؤال عندي هقول which room is your favorite يعني اي حجرة انتهت تفضل which room is your favorite رقم 9 in بعد كده rahim geasles يعني الغزلان بعد كده desert بعد كده za بعد كده leave وبعد كده sahara they are plumbers the tools هنا هو عايز يقول لي ايه بيقول لي ان الادوات دي دي ادوات بيقول لي هذي ادوات السباكة او هذي ادوات السباكة فالمفروض هيقول ايه this are the plumbers tools تاني this are the plumbers tools تمام بعد كده رقم 11 farmers do what grow عايز يقول لي ماذا يزرع الفلاح هقول what do farmers grow لأ هتبقى الاجابة معلش الاجابة الصحة بتاعتي هتبقى what grow farmers do what grow farmers do رقم 12 deliver packages a meal career litter and هو عايز يقول لي ان ساعي البريد ده بيوصل الرسائل وال packages فانا هقول a meal career delivers letters and packages رقم 13 رقم 13 beautiful looks animals at this عايز يقول لي انظر لهذه الحيوانات الجميلة هيقول لي looks at this beautiful animals looks at this beautiful animals رقم 14 school help who you get to عايز يقول لي مع من انت مع بيقول لي هو عايز يقول لي ان مين هو اللي بيساعدك عشان تروح المدرسة فهنقول السؤال عندي بيقول ايه who help you get to school who help you get to school هو عايز يقول لي عايز يقول لي ان المخالب بتاعة البجعة بتكون قوية فانا هقول له apply has يعني بتمتلك close strong close apply has strong close رقم 16 product many farmers Egyptian singes يعني عايز اقول ان الفلاحين بينتجوا اشياء كثيرة هقول Egyptian farmers product many singes Egyptian farmers product many singes بعد كده رقم 17 tomatoes inside seeds have عايز اقول ان التماطم بتمتلك بزور من الداخل هقول ايه tomatoes have seeds inside tomatoes have seeds inside رقم 19 آه رقم 18 green or tomatoes read before or they انا عايز اقول ان التماطم بتكون الاول لونها اخضر بعد كده بيكون لونها احمر فانا هقولها ازاي بعد كده عندي السؤال read and match يعني اقرأ ثم اوصل اول حاجة عندي اللي هو ايه بيقول لي اللي هي ادوات السباكة كنت بتكون ايه عندي الاختيار الاخير في العمود بيه اللي هو the pipes and ficits the pipes and ficits بعد كده عندي السؤال التاني that's my career is يعني ساعي البريد بيعمل ايه هنلاقي عندنا في العمود بي اللي هو الاختيار لابل الاخير the live ring letters يعني بيوصل بيوصل الرسيل بعد كده السؤال رقم عندي ثلاثة an electron electron اللي هي الالكترونيات او الاجهزة الكهربائية دي عبارة عن ايه عبارة عن the electricity اللي هو العمود بي هنلاقيها اللي هي رقم اتنين بعد كده رقم اربعة this machines work in هزي الادوات بنشتغل بها in فين بيقوللي هنختار اللي هي the repair shop repair shop اللي هو الاجابة رقم ثلاثة في العمود بي بعد كده رقم خمسة اه agarbage agarbage collector takes away هن دي يعني عندي اللي هو الرجل اللي هو بيشيل القمامة ده القمامة اللي بتبقى موجودة في الشارع يعني دي بتجمع هنختار عندي الاجابة رقم واحد في العمود بي تمام بعد كده عندي رقم اثناء بعد كده عندي اللي هو التوصيل تاني واحد تاني سؤال في التوصيل بيقوللي اول واحد your brother sprint his foot يعني هو لوه رجله انا هقولله ايه هنيجي عندنا في الاجابة رقم ثلاثة اللي هي الاجابة رقم ثلاثة في العمود بي press a bag of ice on his foot يعني حط شنطة من التلج او قطعة من التلج على قدمك رقم اثنين زفينك fox leaves يعني سعلة بالفينك بيعيش فين هنلاقي الاجابة عندي رقم واحد في العمود بي اللي هو in the desert رقم ثلاثة i want to play football انا اريد اه لا دي رقم اربعة معنش i want to play football اريد انا العب كرة القدم بس هنختار لها الاجابة رقم اثنين في العمود بي اللي هي but i heart my leg بس انا ولكن ان انا عورت او جرحت رجلي السؤال رقم ثلاثة the large intestine is a large intestine دي اللي هي ايه اللي هي بري اللي هي اه 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 اللي هي الامعاء الغليزة بتكون ايه بتكون in the digestive system يعني في الجهاز الهضم اللي هو الاجابة الاخيرة في العمود بي بعد كده رقم خمسة horses eat الحصان الاحصنة بتاكل ايه بتاكل grassis اللي هي الابل الاخيرة في العمود بي بعد كده عندي رقم اثنين رقم ثلاثة في التوصيل تمام بيقول لي اول واحدة the eagle اللي هو السقر has strong wings يمتلك اه يمتلك اجنحة قوية تمام طيب هو بيمتلك اجنحة قوية ليه can fly easily عشان يتير بسهولة اللي هي الاجابة التانية في العمود بي بعد كده رقم اثنين عندي اللي هو بسكوت الشوفان تمام ده بيكون ايه قال لي ده بيكون كوكيز بيكون عبارة عن بسكويت اللي هي الاجابة الاولى في العمود بيه رقم ثلاثة يور فريند يور فريند آآ كوسينج يعني ايه يعني يعني يقصح يعني بيصع يعني ايه يعني عنده برد يعني تمام فانا هقوله ايه هقوله hit him on the back يعني حط ايدك على ايه على دهرك بعد كده عندي آآ السؤال رقم عندي آآ اربعة جميلة لايكس ايس كريم جميلة بتحب الايس كريم and she لايكس شوكولت تو وتحب ايضا الشوكولت اللي هي الاجابة رقم ثلاثة في العمود بيه بعد كده رقم خمسة we can see the plant اللي احنا بنستطيع ان احنا بنشوف خلايا النبات with a microscope اللي هي الاجابة الاخيرة في العمود بيه بعد كده عندي هناخد مجموعة تانية من الاسئلة true the correct answer برضو نختار الاجابة الصح i like i like نقط very much انا احبه كثيرا we make sugar out of eat نحن نصنع من خلاله السكر طيب رقم ايه نين onions اللي هو البصل وتر ميلون اللي هو البطيخ وعندي sugar كان اللي هو قصب السكر طبعا اللي انا بصنع من خلاله السكر اللي هو sugar كان قصب السكر الاجابة c رقم اتنين some seeds are very not they can travel in the air عندي some seeds اللي هي ايه بيقولي they can travel in the air يعني بتكون في الهواء big or light ولا dangers اللي بتكون dangers or light ولا بيجي هي بتكون big الاجابة صحة عندي big رقم 3 i like playing tennis انا احب التنس نقاط i can't play it will ولكن لا امارسه باستمرار هتبقى but we like our نقاط we meet him every day at school انا بحب مين وبقابله كل يوم في المدرسة اكيد teacher هو الاجابة اول واحدة i play computer games in the نقاط it's very comfortable there انا بحب العب computer games وهو بيكون مفيد بالنسبالي بيبقى موجود in the living room ولا in the cab ولا in the rock هتبقى in the living room never touch anything electric with no hand ما تمسكش ابدا اي حاجة وايدك with مبللة اللي هي الاجابة الاخيرة a no at work in the sea or rivers يعني مين بيعمل في البحر والانهور هو مين اكيد في شارمان الاجابة الاخيرة اللي هو الصياد رقم تمانية نقاط bird is so near هكتب ز بصوا بقى هنا ز ولا ز ولا ز بيرد ده مفرد هقول عليه this this bird is بعد كده رقم تسعة my grand parents اللي هما الاجداد like to live in the desert بيحب يروحوا الصحر they live in a big a هما عايشين في big a عايشين في big tend خيمة الخيمة اللي تكون موجودة في السحر بعد كده رقم 10 the plant cells يعني الخلايا بتاعت النبات are very ايه لسه حلنها are very small انها صغيرة جدا this 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 father is to in انها تكون المعدات بتاعت بابا he used them to fix this عشان بابا بريد بتشتغل ساعي اكتبوها في ورقة كده علشان تحفظوها قبل الامتحان كانت معكم ميس ايا وما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك على الفيديو علشان يوصلكوا كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة